زكاة الفطر ما هو تقديرها هناك مدام كان صايم ثمة ويعيد ثمة إن شاء الله يشوف زكاة الفطر شحال ثمة إذا قدرت مثلا بربعة أورو ولا خمسة دولار ولا سبعة أورو كما في بعض المناطق الآن يشوف هذه القيمة إما يخرجها ثمة زكاة الفطر وإما يبعثها إلى هنا إلى البلد أو ينيب بالإينابة مثلا إذا كان زكاة الفطر مقدرة بسبعة أورو ما يخرج هنا سبعة ألاف لا يشوف القيمة تاعها يعني بالدينار الجزائري القيمة تاعها بالدينار الجزائري فإذا كان القيمة تاعها ستين ألف ولا سبعين ألف ولا خمسين ألف يشوف القيمة تاعها هنا بالدينار الجزائري معناها ما يخرج سبعة يخرج هنا سبعة لا لا لازم يخرجها بالقيمة تاعها ما يعادلها هنا وتاجه ممكن يوكل عن طريق الهاتف يتصل بالشخص يقول له وكلتك باش تخرج عني زكاة الفطر ويخرجها وبعدين هو يبا يخرجها يعني نيابة عنه إما هبة يعطيها له اللي كان هنا ذلك الوكيل ولا يرجعها له كي يجي يعني يعوض له هذك المبلغ اللي هو زكاة الفطر وغادي نيغا وغايسي ذيرن دي الغورفا وزامن ذينا ذي قل الله ربي فلسن فلنغ جميع ان شاء الله الفضلينس زكاة الفطر ذي وليش حال سومايس دينا ما يلا سومايس دينا مثلا سبعة أورو ذاقي وديش جاعر سبعة ألف خاطي المقلش حال كيفانوينس ذاقي غور نغش حال أما ستين الفا ما سبعينفا ما ثمين الفون زرارة اذي مقل على سب سومايس ذاقي اذي استقصي يعني اذي السفاق ما يعاديلها ذاقي ذي ثم مورثنا اذي السيول ونري وكل ولكن يجوكل اذي السفاق ذو جمكانيس ايغر خطر العبادة ياقي ذي العبادة نسموها ذي الشرعيث الإنابة نغة التوكيل لأن هذه العبادة من العبادات التي يجوز فيها التوكيل يعني تصح فيها الإنابة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال